أحلى وأجدع شباب وبنات في الدنيا أهلا بكم في حلقة جديدة مع سياد حلقة النهاردة هي حلقة بسيطة هنجاوب فيها عن سؤال إيه هو أفضل محاكل تشغيل لعبة PUBG Mobile بعد التحديث الجديد وقبل ما أبدأ أنا عارف أن إنت لو مشترك عندي من زمان في القناة إنت عارف إيه هو أفضل محاكل بالتأكيد ولكن الحلقة دي في ناس كتير رغم أن أنا قلت الكلام ده في أكتر من حلقة قبل كده إلا إنهم لسه بيسألوا إيه هو أفضل محاكل تشغيل لعبة PUBG Mobile وفي الغالب معظم الأجهزة القوية اللي بتجلنا السيرفر علشان نحل لها مشكلتها بتكون هي دي مشكلتها النوع المحاكل اللي هو بيستخدمه علشان كده أنا جايب لك في حلقة النهاردة الرد الوافي اللي هيرايح صدرك علشان ما تجيش تقولي أنا بافتي عليك في حاجة جبتلك رد من دعم المحاكل جيملوبي الرسمي بيأكد كلامي اللي أنا قلت في كل الحلقات اللي فاتت خلينا نشوف الرد ده مع بعض علشان تعرف إيه هو أفضل محاكل تشغيل لعبة PUBG Mobile على جميع الأجهزة هنا كان في شاب عنده جهاز بسم الله ما شاء الله إمكانياته ممكن تشغل عشرة من لعبة PUBG Mobile جنبه بعضه بس كان بيستخدم محاكل جيملوب 64 بيت ودخل يشتكي من كمية الرندر اللي في المحاكل قدي هنا بدأ يرد عليه قدي ده شاب محترم جدا من الدعم الفن الخاص لمحاكل جيملوب وقال له اللي انت شايفه قدامك ده مازال هناك مشاكل بالأداء على نسخة البتة 64 بيت ولم يصدر تحديث المحاكي 64 بيتة حاليا بشكل نهائي لذا يفضل استخدام النسخة النهائية جيملوب 32 بيتة حاليا مع PUBG Mobile النسخة النهائية للمحاكي كمان بيكمله إن النسخة 32 بيتة حاليا متوافقة مع آخر التحديثات للألعاب وتحديدا لعبة PUBG Mobile كمان لو انت مش عارف إزاي بتحذف المحاكي من عندك وتحمله مرة تانية أنا شرحت قبل كده في الحلقة اللي هتظهر قدامك دي ولا سبالك كمان تحت في الكممنت المثبت طريقة حسف المحاكي من جزور كمان أحب الفتنظرك إن كل المحاكيات التانية المختلفة عن جيملوب زي ميمو بلاير زي بلو ستاكس زي كل الكلام ده صحيح هي محاكيات كويسة جدا لتشغيل ألعاب الأندرويد لكن PUBG Mobile بالتحديد لا PUBG Mobile لو عايز تلعبها على الكمبيوتر إنت ما فيش قدامك غير محاكي جيملوب 32 بيتة اللي أنا كلمتك عليه في حلقة النهاردة كمان استيت أقولك إن في نفس الحلقة اللي شرحت فيها طريقة حسف المحاكي جيملوب من جزوره وشرحت فيها طريقة تحميل المحاكي من الموقع الرسمي علشان كده أنا مش شايف ده ضيع وقتك وأشرحهم لك مرة تانية رابط للحلقة تحت لو أنت ما عندكش المعلومة دي تقدر تنزل تخذها تحت من الكممنت المثبت وإحنا بكده وصلنا لنهاية حلقتنا أما نشوفكم في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته